في الرابع والعشرين من فبراير اندلعت شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتفاجأ العالم بهذه الحرب ولهذه الحرب تداعيات اقتصادية على كلا البلدين نرى في روسيا أن اقتصادها انكمش بمقدار 2.1% لكن بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى انكماش قدره 12% مقابل النمو الذي حققه الاقتصاد الروسي في عام 2021 والذي بلغ 5.6% لكن اقتصاد أوكرانيا كان المتضرر الأكبر جراء هذه الحرب حيث انكمش بنسبة 30% في عام 2022 هذه الحرب أدت إلى الشح في الإمدادات للمواد الغذائية ومنتجات الطاقة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم عالميا وتغيير البنوك المركزية لسياساتها النقدية للسيطرة على هذه التضخم فروسيا ارتفع التضخم في روسيا بنسبة 11.9% في عام 2022 من 8.2% في عام 2021 لكن أيضا كانت أوكرانيا المتضرر الأكبر جراء هذه الحرب من حيث التضخم حيث انه ارتفع بنسبة 26.6% من 9.4% هذه الحرب جعلت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا وقطع العلاقات التجارية لكن رغم هذا استطاعت روسيا برفع الفائض التجاري لها في عام 2022 بنسبة 65% لتصل إلى 282 مليار دولار بينما أوكرانيا في شهر ديسمبر فقط ارتفع العجز التجاري بنسبة 127% على أساس سنوي ليصل إلى 2.6 مليار دولار كما ذكرنا الحرب أدت إلى شحف المواد الغذائية والعمليات العسكرية كان لها تداعيات على ميناء أوديسا وتوقفت أوكرانيا عن تصدير الحبوب من هذا الميناء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 30% لتصل إلى 23.6 مليون طن يذكر أن برنامج الغذاء العالمي يعتمد بنسبة 40% على القمح الأوكراني وأوكرانيا تستحوذ على 10% من سوق القمح العالمي و15% من سوق الذرة عالميا روسيا لم تفصح بعد عن بيانات صادرات الحبوب لكن تشير التوقعات إلى وصول صادرات الحبوب إلى مسويات 56.1 مليون طن في عام 2022 كلا البلدين على ماذا يعتمد الاقتصاد لكلا البلدين نرى أن روسيا تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز والاتحاد الأوروبي كان الغاز الروسي يشكل 40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز أيضا تعتمد على الحبوب والصناعة والخدمات بعدما قامت الدول الغربية بفرض العقوبات على روسيا وجهت روسيا بوصلتها التجارية نحو الصين الهند والباكستان ودولا بجنوب شرق آسيا أما أوكرانيا تعتمد بشكل أساسي على الحبوب والطاقة والكيمويات من هم الحلفاء لكلا البلدين في هذه الحرب؟ نرى أن روسيا حليفها الأساسي هو الصين كزاخستان وفنزويلا لكن من أبرز حلفاء أوكرانيا هو حلف الناتو والمكون من 30 دولة على رأسها الدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لكن بالرغم القوات العظمى مع أوكرانيا إلا أنها كانت المتضرر الأكبر جراء هذه الحرب